مجلس الأمن الدولي سيصوت على الأرجح على مشروع قرار لتعزيز وصول المساعدات الإنسانية في سوريا التي مزقتها الحرب يوم الجمعة ولكن لم يتضح ما إذا كانت روسيا والصين ستؤيدان أو تعترضان على النص المدعوم من الغرب والعرب أستراليا والأردن ولوكسنبورغ صاغت مشروعاً للأربعاء يتضمن السماح بوصول المساعدات عبر الحدود ووضع حد للقصف الجوي بما في ذلك البراميل والتلويح بخطوات لاحقة في حال عدم الامتثال بعد نحو أسبوعين من المفاوضات تم إدخال بعض أفكار مشروع قرار روسي منافس ضمن نص المشروع الثلاثي الأصلي الأمم المتحدة تتحدث عن 9 ملايين و300 ألف شخص في سوريا بحاجة إلى الغوث في صراع دام تقول إن ضحايا تجاوز على مدى أقل من ثلاث سنوات المائة ألف